النهاردة هنتكلم عن الايفون هي دي الابل واتش شيري سيري عن السامسونج جالاكسي جيفاوي اظهر درون في العالم على قد كاف نبدأ نفتح السيلفي الاماكن المظلمة برد سبسكرايب كل واحد فينا معه التليفون هي كاميرا في ممتهر روعة وتقدر تاخد صور وفيديوهات حلوة جدا لاي تصوير احترافي وبتركبه بسهولة جدا على الايفون النهاردة العدسات ديتها اللي موجود عليهم لو حطيت السنسلة او المديليا في جيبك وفيها مفاتيح او فيها ما تلاقش ان هي مش هتتجرح ونقدر دلوقتي نوريكم شوية صور وفيديوهات هنا قبل ما ننزل هنوريكم الفرق ما بين الكاميرا العادية للايفون وبعد ما نركب لها افرق لما بتتركب على كاميرا الايفون سواء الكاميرا الامامية او الكاميرا الخلفية زي ما احنا شايفين قدامنا هنا العلبة هي شركة وهي شركة مشهورة جدا بتعمل عدسات بتتركب على الايفون كلها عملوا منها كزا نسخة وايفون سيفن وايفون سيكس وايفون هنا عندنا تلات انواع من العدسات عندنا اللي هي صور بتصور زي عين السمكة بتبقى الاطراف بتاعت الصور او الفيديوهات معمولة بشكل فيها ضغط من الجنبين حيث انها تطلع زي عين السمكة وعندنا سوبر وايد انجل وهي دي المحتاجينها عشان نقدر نصور فيديوهات احترافية نوعا ما نقدر ننزلها على اليوتيوب المايكرو خمستاشر اكس ديت تقدر تاخد بها سوى من غير ما تخسر اي حاجة في الصورة او ما يزبطش معاك قدامنا المنتج العدسات بتيجي بالشكل الثلث الجميل ده لتقدر تركبه في سلسلة مفاتيحك وما تقلقش انها تتجرح لانها مغطاة ومحمية بشيل اللزقة الاول مرة عن اللون الدهبي الجديد الايفون تنسمعك سمعيني الصوت هنتكلم برضو عن الاختلافات الموجودة في الفيديو ده